توقفت مسيرة مفاجأة الموسم لستر سيتي اليوم أمام أرسنال حيث انقاد الفوكسز للخسارة بهدفين لهدف وعرفت المواجهة دخول المتألق ريض محرز أساسيا حيث قدم مستوى جميلا قبل أن يضطر المدرب لتغييره في الدقيقة الخامسة والخمسين لأمور تكتيكية بعد طرد الظاهر الأيمن سيمبسون رغم أن المباراة كانت خارج القواعد إلا أن زمالاء محرز تقدموا في النتيجة عبر جيمي فاردي من جربة جزاء لكن النقص العددي أثار كثيرا في تشكيلة رانييري التي ورغم الخسارة تبقى في المركز الأول بفارق نقطتين عن أرسنال في الدور البرتغالي الممتاز وصل إسلام سليماني التهديف بعد أن وقع هدفين في شباك ناسيونال ماديرا برسم الجولة الثانية والعشرين من الدور البرتغالي الممتاز وهي المباراة التي انتفض فيها زمال أسليماني بربعية كاملة وبهذا يكون أسليماني قد رفع رصده من الأهداف إلى ثمانية عشر هدفا في المقابل شركة دولي الجزائري الآخر هشام بالقروي طيلة أطوار اللقاء كما نال إنذارا خلال المرحلة الأولى ليخسر أول مباريته في الدور بنتيجة ثقيلة وبهذه النتيجة فرد سبورتينغ بالصدارة بخمس وخمسين نقطة عرفت الجولة السادسة والعشرون من الدور الفرنسي تألق الفرنكو جزائري أدم والناس في المباراة التي جمعت فريقه بوردو دي دا غانغون وتمكنوا الناس من فتح باب التسجيل في الدقيقة التاسعة عشر مشاركا في فوز فريقه بربعية هذا وكان دي 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 شون مدرب المنتخب الفرنسي قد أرسل مبعوثين لمعايناة اللاعب قصد التقرب منها وإقناعه باللعب للمنتخب الفرنسي في الدور الإسباني عرفت المباراة التي جمعت نادي فالنسيا وإسبانيول مجاركة لاعب الخضر سفيان فغولي أساسيا طيلة أطوار اللقاء وقدم فغولي تمريرة حاسي ما جاء منها الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة السادسة والسبعين وهو اللقاء الذي انتهى بهدفين لهدف لصالح الخفافيش برسم الجولة الرابعة والعشرين من الليغة وبهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز العاشر